اشتركوا في القناة ده كلام لطيف وانا مبسوط منه لكن حضرتك تقول ان الاهلي دائم الشكوى ده اللي لازم ارد عليه بس هرد عليه ازاي هرد عليه بكلامك يا مكوينة لان مش الاهلي اللي دائم الشكوى الاهلي مش دائم الشكوى وحضرتك ملاك بجنحات ليه انا بقول هذا الكلام لانه الاهلي لم يشتكي من شيء الا في حاجتين الساعة تلاتة الضهر والساعة وما حدث او ما لم تحتسب دربة الجزاء التي لم تحتسب لانادي الاهلي في مباراته الاخيرة امام سانداونز وفي المباريات السابقة في افريقيا ولكن هو اللي يهمه مبارات سانداونز ففي مبارات سانداونز تحديدا لم يحتسب لانادي الاهلي ضرب الجزاء سؤالي للمكوينة هو ليه لعبت ضد بيترو اتليتكو الساعة سبعة ولا ساعة ستة ولا تمانية ليه ما لعبتش الساعة تلاتة؟ مش معنى النادي الاهلي اللي عايزوا يلعب معاك الساعة تلاتة؟ والساعة تلاتة ده هل هو شيء جيد لكرة القدم في افريقيا؟ هل لما اسمع متسبي هو بيكلم وبيقول انه اللعب في دهر او في الدهر او الساعة تلاتة في افريقيا صعب جدا متسبي ده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما يتكال الافريقي ناسف المتسبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم لما يقول مثل هذا الكلام فيبقى الاهلي اللي بيشتكي؟ طيب دي اول حاجة يمكن حضرتك لسه متأثر بعد ما اشتكيت في وسائل الاعلام في وسائل الاعلام في جنوب افريقيا لما لاعب فريقك جاستن سيرينو لبس تشيرت النادي الاهلي وطلعت اشتكيت من اللاعب وهاجمته وانت نسيت ان الاهلي هو كبير افريقيا وكبير القارة الافريقية؟ واضح ان تشيرت النادي الاهلي بيعملك مشكلة ماشي طيب هل النادي الاهلي شكاي؟ وحضرتك طبعا النادي الاهلي مش شكاي ولكن هل انت بتشتكي ولا ما بتشتكيش؟ انت بتشتكي يا مكوينة كتير جدا 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 حوري لحضرتكم مش كلامي ومش شكوى النادي الاهلي شكوى يا مكوينة في اخر شهرين في الاعلام في جنوب افريقيا ومن التحكيم انا بوري بس حضرتك هو مكوينة ده بيقول الكلام ده ليه؟ والدليل زي ما شايف كده تصريحاتك على الشاشة اهو تصريحاتك على الشاشة امامك اهو يا عم مكوينة يوم 11 اكتوبر اللي فات اشتكيت من التحكيم بعد ما اخسرت نهاء الكاس قدام ارلاندو بايرتز هو مكوينة اللي قال الكلام ده ولا مين؟ قال دي وسائل الاعلام في جنوب افريقيا مش وسائل الاعلام في مصر طيب بلاش دي بعدها باسبوع مكوينة نفسه مكوينة نفسه قال واشتكى تاني وقعد يقول العب هو اللي بيقول يقول العب بتاعتي مش معايا وبلعب بعد يوم واحد من التوقف الدولي ده نفس الكلام اللي النادي الاهلي كانوا بيطالب بيه خلال الفترة اللي فات اما لو شفت بقى الانت اللي بيحصل مع النادي الاهلي اين هتعمل ايه؟ تصريحات اللي امام حضراتكو دي على الشاشة من الاعلام في جنوب افريقيا مش من برنامج فلان الفلاني ولا لا ولا لا يا راجل ده انت اشتكيت من منتخب بلدك نفسه في الاعلام وبتصريحات واضحة اهو دي خناء على تواجد اللعيب الدوليين بتوعه مع منتخب جنوب افريقي بيقولك انا عايز اشرب قهوة مع هوجو بروس واشوف وحله بتاع بس هو ما بيجيش يا طرى يا عم مكوينة مين اللي شكاي؟ انا عارف ان انت لسه مدرب صغير وشاب اكيد اللي انت بتعمله ده قلة خبرة بس حبيبي الكلام ده مش علينا كلام ده مش عن نادي الاهلي نادي الاهلي هو كبير هذه القرى بالتاريخ والبطولات والنجاحات وبالمواقف انت اللي لسه صغير سنا يعني ومعندكش خبرة اسأل يا حبيبي قبل ما اتورط نفسك اسأل قبل ما اتورط نفسك انا والله انا قلت له ما هتقولي الست شهور الاخيرة لما اتفرجت على التصريحات ايه التصريحات كتيرة جدا دايما بيعمل ايه بعد اي مطش يتعدل فيه او يبقى في ايه توحشة يطلع يقولك الحكام الحكام دي في جنوب افريقيا وانا لو اتكلمت حيعقبوني بس انا ممكن اعدلكم باللقطة والبتاع نفس الكلام اللي كان قاله هنا على النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي جيبوا لحضراتكم على الاعلام على الاعلام في جنوب افريقيا خرج من الكاس قال كده قال اللعبة مش معايا واللعبة الدوليين والحكام وحشة والبتاع وحش وكل حاجة بقت وحش كفاء عليك كده النهاردة ان شاء الله ان شاء الله بكرة سيكون الرد في الملعب بكرة ان شاء الله الرد حيكون في الملعب انا بس حبيت اوريلك وانا عارف ان كل حاجة هتوصله انا حبيت ان انا وريلك ان انت كلامك اللي انت بتقوله لنا ده يعني لعبة لعبة نفسي بيحاول يضغط على لعبة النادي الاهلي وعلى عموما هو بس نازي الموسيوماني كان عندنا وبنعرف المدرسة دي نعرفها كويس قوي كلنا كمصريين عارفينها كويس قوي وعارفين الاهلوية كلهم عارفين ان المدرسة اللي انت بتعملها دي او بتحاول تعملها كلها ما تخلش علينا يعني بالبلد ان شاء الله ده بالنسبة لكلام الاعلام وكلام التليفزيونات ولكن ان شاء الله ان شاء الله بكرة في الملعب سيكون الرد وربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز على هذا الفريق الجيد وهذا المدرب الجيد اللي عنده فكر فني جيد دي ما نقدرش نتكلم فيه